فضيلة الشيخ أفقكم الله أسئلة كثيرة تقول ما موقف طالب العلم إما جاء في بعض كتب الآئمة من الطعن الشديد على أبي حنيفة رحمه الله كما يذكر في كتاب السنة للإمام عبد الله للإمام أحمد وغير ذلك وما هو الموقف منها هذا ما كان معروف عند الناس إلا لما آثاره بعض الجهلة في بعض المحقات الفضائية من يومين قل للناس ما بحثوا في هذا نعم في كتاب السنة العبد الله بن الإمام أحمد في آخره كلام في أبي حنيفة ألحق به ألحق به والنسخة المطبوعة ليس فيها شيء من هذا لكن ألحق به أخيرا وقصد السلف الذين تكلموا في أبي حنيفة من ناحية أن أبا حنيفة يعتمد على القياس يعتمد على القياس ولم يستدل بالأحاديث لم يستدل بالأحاديث وإنما عندته غالبا على القياس هذا ما أخذ من أخذ عليه فقط لأنه يقول بالقياس والقياس لا شكل له القياس له وهو دليل شرعي لأن أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس أبا حنيفة لكن الأئمة ما يصيرون إلى القياس إلا عند الضرورة إذا لم يجدوا دليلا من الكتاب والسنة ولا من الإجماع يقولون بالقياس أما أبا حنيفة رحمه الله توسعه القياس هذا الذي أخذوه عليه هذا الذي أخذوه عليه وعابوه عليه إنه توسع في الكتاب وقد أجاب بعض المخططين عن أبي حنيفة رحمه الله بأنه كان يعيش في العراق وقت الفتن وقت الكذب اشتد الكذب ووضع الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا صار يعتمد على القياس ولا خوفا من الوضاعين والكلابين هذا لأن الكذب انتشر في العراق وفي خلاف الحجاز مكة والمدينة فهم أهل رواية وأهل حديث وإتقان أما في العراق فلما كثرت الفرق وكثر الوضع فالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة رحمه الله اعتمد على القياس هذا السبب هذا هو السبب في كون نبي حنيفة رحمه الله كان يعتمد ويتوسع في القياس وهو إمام جليل بلا شك وهو أقدم الأئمة الأربعة وهو أخذ عن التابعين وقيل أخذ عن السحاب وهو إمام جليل ما في كلام من ناحية عقيدته ولا من ناحية دينه إنما أخذوا عليه توسعوا بالقياس هذا المأخذ عليه رحمه وهو معذور كما ذكرنا لكم لأنه في وقته فشل كذب والوضع لا سيمة في العراق فهو تحاشى هذا الشيء نعم وعلى كل حال ما نحب أنها تثار هذه المسائل ما نحب أنها تثار هذه المسائل وكان هذا الجزء من الكتاب محذوها في الطبعة التي اعتمدها العلماء في وقت الشيخ عبدالله بن حسن رئيس القضاء في مكة النسخة التي طبعها وأشرف عليها ليست فيها هذه الزيادة لكن جاء بعض الباحثين هداهم الله وألحقها بها فأحدثت هذا التشكك وعلى كل حال نحن نحب أبا حنيفة وهو إمام لنا لأنه من أئمة أهل السنة والجمال هو إمام لنا من أئمتنا ولا نطعن فيه أبدا نعم